موسيقى فدين الله لا يبنى على العواطف يبنى على الشرع المطهر عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ويقول قلن لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزح الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء موسيقى موسيقى على شاشة السعودية في الأوقات التالية موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسلام بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية والبداية بالعناولة موسيقى خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء موسيقى خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى اليوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمال موسيقى خادم الحرمين الشريفين وسمو للعادي عزيان أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود الصباح موسيقى قوات الشرعية اليمنية تفشل هجوماً لميليشيا الحوثي في الضالع وتكبدهم خسائر فادخة موسيقى موسيقى أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود حافظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام في جدة وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شا ملك ماليزيا وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشغيقين استقباله دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين ناجيم ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وما جرى خلاله من تأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ضمن محيطه العربي وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أعرب عن تقدير المملكة وشكرها لما عبرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار سائلنا الله يتقبل من الحجاج حجهم وأشار المجلس في هذا السياق لأن المملكة بتوفيق من الله جل وعلا استقبلت هذا العام قرابة ثمانية ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة وستستقبل بمشيئة الله حوالي مليوني حاج من جميع دول العالم وفي هذا الشأن تجدد رفض الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة حيث إن الجهات المختصة في المملكة قد هيئت جميع السبل وإسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر وبيّن ما عليها أن مجلس الوزراء عد تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموعة تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالمية لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة كما تطرق المجلس إلى مشاركة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في حلقة نقاش بعنوان تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نيويورك ومعبر عنه المتحدثون من إشادة بدور المملكة وشراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في هذا المجال إلى جانب التقدم الملحوظ الذي أحرزته في مجال تقنية المعلومات واستعرض للمجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم معبر عن دانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة كيسمايو بالصومال أقدم العزاء والموساء لذوي الضحايا ولحكومة ولشعب الصومال الشقيق وتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين مجددا التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية أولا الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أوراسيوية المهاجرة ثانيا الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي ثالثا استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حضر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة رابعا نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة مهرجان الجنادرية من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة خامسا السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية أفقا للاعتبارات التي يقدرها كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة سادسا الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سابعا أفق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشر وذلك على النحو التالي 1- ترقية أحمد بن محمد بن عبدالله العيوني إلى وظيفة مستشار ميزانية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الدفاع 2- ترقية سعيد بن أحمد بن علي شويل إلى وظيفة وكيل الأمين لشؤون البلديات بالمرتبة الرابعة عشر بأمانة المنطقة الشرقية 3- ترقية بندر بن عبدالله الجبر الرشيد إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشر بالهيئة العامة للرياضة أربعة تركية يوسف بن إبراهيم بن صارح الزكار إلى وظيفة مدير عام جمرك بالمرتبة الرابعة عشر بالهيئة العامة للجمارك خمسة تركية محمد بن مرضي بن دخيل الله المحمدي إلى وظيفة مدير عام جمرك بالمرتبة الرابعة عشر بالهيئة العامة للجمارك وطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد أحط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رأى غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود حفظه الله لنيوم حيث سيقضي حفظه الله بعض الوقت للراحة والاستجمام حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه أكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بساحة مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض صاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله الفيصل صاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن مساعد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ممدوح بن عبد الحزيز وصاحب السمو الملكية لامير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية لامير فهد بن نايف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية لامير تركي بن فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية لامير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية لامير عبد المجيد بن عبد الاله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية لامير ممدوح بن عبد العزيز بن ممدوح بن عبد العزيز وأصحاب الفضيلة والمعالي وقادة القطاعات العسكرية حرمين الشريفين عند باب الطائرة صاحب السمو الملكية لامير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكية لامير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكية لامير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب امير منطقة مكة المكرمة وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الملكية لامير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وصاحب السمو الملكية الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشاري خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز كما غدر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد العباد ونائب رئيس الدوان الملكي الأستاذ عقلة العقلة ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الدوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد العسكر ومساعد السكتار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر النفيسي ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود برقية عزاء ومواسى لصاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح رحمه الله وقال الملك المفدى علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمود عهد الإبراهيم الحمود الجراح الصباح رحمه الله وإننا إذن نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي وصادق المواسى لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء إنا لله وإنا إليه راجعون بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزر الدفاع برقية عزائن وموسى لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجامر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عهد الإبراهيم الحمود الجراح الصباح رحمه الله وقال سمو للعهد تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمود عهد الإبراهيم الحمود الجراح الصباح رحمه الله وأبعث لسموكم والأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق الموسى سائلنا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب كما بعث السمو للعهد برقية عزاء ومواساة مماثلة لصاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح الرحيم أخو الله في إخبار المناطق التقى صاحب السمو الملكي لامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مدير الكطاعات الأمنية في محافظات المنطقة أقدم لامير خالد الفيصل شكره وتقديره لكافة رجال الأمن في المنطقة نظير الجهود التي يبذلونها للحفاظ على الأمن مؤكدا سموه أن رجل الأمن السعودي بأخلاقه وتعامله أصبح مضربا للمثل كما التقى أمير منطقة مكة المكرمة بمدير عام فرع وزارة المالية في المنطقة المكلف منصور الزهراني وهنأ الأمير خالد الفيصل الزهراني بمناسبة تعيينه سائلا الله له التوفيق والعون والتقى أمير منطقة مكة المكرمة بمدير عام ديوان المراقبة العامة في المنطقة المعين حديثا عبدالله الطياري وهنأ الأمير خالد الفيصل الطياري بمناسبة تعيينه مستعرضا سموه خطط ديوان المراقبة الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية كذلك سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والديوان ونبقى في منطقة مكة المكرمة حيث كرم الأمير خالد الفيصل شبان أنقذوا أطفال من حريق شبه في شقةهم في العاصمة المقدسة بحضور مدير الدفاع المدني في المنطقة اللواء علي المنتشري أقدم سموه شكره للشبان على عملهم البطولي مؤكدا أن ذلك العمل غير مستغرب على أبناء الوطن التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تابوك في اللقاء الأسبوعي أمس هالي المنطقة ومشايخ القبائل ومدير الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وتطرق أمير منطقة تابوك في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية برئيس مجلس إدارة جمعية مأوال الخدمات الاجتماعية ناصر الشهراني وعضاء مجلس الإدارة ونوها الأمير سعود بن نايف خلال اللقاء بما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام لقطاع الإسكان وبالأخص مشروعات الإسكان التنموي التي شهدت نموا ملحوظا في الأوينة الأخيرة وكان أبرزها إطلاق منصة جود الإسكان مؤكدا على أهمية ابتكار حلول سكنية تلبي تطلعات المستفيدين والعمل الجاد على الوصول إلى جميع المستفيدين والحرص على الشركات الفاعلة لتنمية المستفيد بعد مرحلة توفير المأوى مشيدا بالدور الاجتماعي لبنك ساب وأوقاف العراضي في توقيع مذكرات التفاهم لإنشاء أكثر من 70 وحدة سكنية داعين الشركات والمؤسسات لتفعيل دورها في هذا الجانب التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم الدكتور عبد الرحمن السلامة بمناسبة فوزه وتحقيقه المركز الأول في جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية ورحب سموه به مفتخرا بهذا الإنجاز الذي ينسب لأبناء المنطقة مبديا سعادته في ذلك ونوه أمير المنطقة باهتمام القيادة الحكيمة بشباب الوطن وباحثيه وتشجيعهم وتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله وعسعيها المستمر في النهوض بهذا الوطن المعطاء بسواعد أبنائه كما التقى سمو أمير منطقة القصيم مساعد مدير عام شرطة المنطقة العميد سليمان الخليوي وقدم الأمير فيصل بن مشعل التهنئة للعميد الخليوي بمناسبة تعيينه موجها سموه بمضاعفات الجهود وبدل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن رأس صاحب السموه الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحث جسد مجلس المنطقة في دورته الخامسة والتسعيل العام المالي الحالي وفي مستهل الجزة رفع أمير الباحث باسمه ونيبة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد على ما يقومان به من جهود كبيرة في نطة البلاد وتقدمها بين أكثر الدول تنافسية وتفوقها على اقتصادات متقدمة في العالم مما يعكس جدول السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الخديثة بعد ذلك استعرض المجلس ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات في دورته السابقة ثم ناقش السموه والمجتمعون جدول عمل مجلس المنطقة في دورته الخامسة والتسعين حيث اطلع المجلس على محضر اللاجنة العامة المتضمن بعض التوصيات من جهة ثانية كدى أمير منطقة الباحة خلال رعايته للقاء الاستثماري التشاركي في المنطقة الذي عقد بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات أكد أن تنمية المنطقة والاستثمار بها هو من أولى أولوياتنا حيث نسعى جاهدين إلى جعل المنطقة وجهة سياحية تضم العديد من الخدمات التي يحتاجها كل زائر ومصطف وأبين الأمير حسان بن سعود أن الاستثمار في الباحة بحاجة مسة إلى عمل استراتيجي مؤسسي تتضافر في الجهود والمبادرات كي نرتقي بعملنا إذر ذلك استمع سمو والحضور لشرح عن مبادرة الاستثمار التشاركي حيث تتضمن المبادرة في المنطقة تحقيق الرواج والجدوى العالية لمخرجاتها وصناعتها ومختلف أوجه الاستثمار فيها للوصول بها إلى أفاق أرحب بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي في المنطقة وجرى خلال الاجتماع استراض حاجة الأسر المستفيدة من الجمعيات الخيرية للوحدات السكانية وتقديم عرض حول حوكمة أعمال لجان الإسكان التنموي مستهدفاته والتومي الغير الحكومي كما تمت مناقشة التنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن المستحقين للإسكان وفي ذات السياق سلم أمير منطقة حائل مستفيد الجمعيات الخيرية في المنطقة دفعة الجديدة من وحدات الإسكان التنموي التي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان خلال الحفل الذي يقيم بهذه المناسبة بارك الأمير عبد العزيز بن سعد تسلم الأسر المستفيدة هذه الدفعة منوها بدعم القيادة وحرص وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم خدمات متكاملة لمستفيدها رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لاجتماع الثاني لتحقيق التميز في القطاع الحكومي بحضور عدد من مدير الإدارات الحكومية والتعليمية في المنطقة أناقش الاجتماع ودوار القطاعات الحكومية في المنطقة بتبني أليات عمل تسهم في رفع معدلات رضى المستفيدين من الخدمات الحكومية ورفع الكفاءة والفعالية في تنفيذ المبادرات والمشاريع وكذلك اعتماد القطاعات الحكومية إجراءات واضحة تؤدي إلى بيئة عمل متميزة كما ناقش الاجتماع مؤشر أدال الإدارات الحكومية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2020 ومستهدفاتها التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب ومير منطقة مكة المكرمة بمدير شرطة المنطقة لوعيد الاحتياب يرافقه مدير القطاعات الأمنية في محافظات المنطقة أثمن سمو شهود رجال الأمن الهادفة للمحافظة على الأمن ومقدرات الوطن فيما عبر قادة القطاعات الأمنية في المنطقة عن شكرهم لسموه مؤكدين حرصهم على العمل لخدمة الدين والوطن من جهة أخرى افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة المعرض الإطرائي معرض الصحابة رضي الله عنهم الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة واستمع الأمير بدر بن سلطان لشرح عن المعرض كما اطلع على محتوى والتقنيات المستخدمة فيه تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة جزان اليوم سير العمل بمشروع اسكان الصفوة غاردن بمدينة جزان التابعي لوزارة الاسكان وذلك ضمن الجولات التفاقدية التي يقوم بها سموه لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية في المنطقة اطلع الأمير محمد بن عبد العزيز خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع مستمعا لشرح من مدير عام فرع وزارة الاسكان المهندس حسن السيمي عن المراحل الجاري تنفيذها بالمشروع مهجها سموه مدير عام الاسكان في المنطقة والقائمين على المشروع بمضاعفات الجهود لإنجازه في الوقت المحدد له شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضي بالنيابة مساء أمس حفل سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير بحي السفارات في الرياض وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقرى الحفل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي وعدد من مسؤولي السفارة من ناحية أخرى التقى أمير منطقة الرياضي بالنيابة بسفير جمهورية تشاد لدى المملكة زكريا فاضل كتر وجرى خلال اللقاء تبادل الحادث الودية وبحث الموضوعات المشتركة التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بنائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد رافقه مدير عام فرع الوزارة الشيخ محمد الساح وخلال اللقاء نوها الأمير فيصل بن نواف بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد للمواطنين والمقيمين وجهودها فيما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الانشاء والترميم والصيانة وما يقام بها من برامج دعوية وإرشادية مستعرضا سموه سير العمل والمشاريع الجارية تنفيذها والخطط المستقبلية لفرع الوزارة والإدارات التابعة له بمختلف المحافظات والمراكز كما التقى أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة جمعية تواد الأسرية في المنطقة الدكتور عبد الحكيم الحميد يرافقه عدد من أعضاء المجلس وأستعرض الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء بمنجزات الجمعية وتسلم التقرير الختمي للعام الماضي كما تسلم سموه وثيقة استراتيجية جمعية تواد الأسرية ثم استمع أمير المنطقة لشرح مهجز عن مشاريع الجمعية والأنشطة المقامة بها كما تسلم مبادرة لا ترميها التي طلقتها الجمعية وعرب الأمير فيصل بن نواف عن شكره لرئيس وأعضاء الجمعية والعاملين فيها على تلك الجهود التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب وامير منطقة الجوف برئيس مجلس إدارة جمعية تواد الأسرية في المنطقة الدكتور عبد الحكيم الحميد يرافقه عدد من أعضاء المجلس وتسلم سموه خلال اللقاء تقرير الختمي للجمعية للعام الماضي كما تسلم سموه وثيقة استراتيجية جمعية تواد الأسرية واستمع الأمير عبد العزيز بن فهد من رئيس مجلس الإدارة الحميد عن جهود الجمعية وأنشطتها وبرامجها كما استعرض السمو أهداف مبادرة لا ترميها التي اطلقتها الجمعية والمشروعات والأنشطة التي تنفذها وشهودها في تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية الأسرية وفق المعايير المعتمدة التقى وزير الخارجية دكتور إبراهيم العسابي سافير سويسرا لدى المملكة أندري شالار واجرى خلال اللقاء سعراض العلاقات التنائية بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما التقى وزير الخارجية دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين جيم ميقاتي وفؤاد السنيورة وتنمام سلام وجرى خلال اللقاء سعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره وهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيضها العربي إضافة إلى بحث آخر المسجدة على الساحة اللبنانية مشاهدين النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد أكد وزير الإعلام الأستاذ ترك الشبان اليوم على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحادية عشر المنعاقدة حاليا بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة وأضح وزير الإعلام أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس البنود التي سيتم مناقشتها في الاجتماع نظرا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية مؤكدا على أهمية دور الإعلام العربي في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث يأتي اجتماعنا اليوم استمرار لجهود رامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها أموتنا العربية وبما يضمن تنسيق الجهود الإعلامية العربية لرفع مستوى الوعي لدى شعوبنا وصياغة خطاب إعلامي مؤثر عربيا وقيميا ودوليا وتأتي القضية الفلسطينية على رأس البنود التي نناقشها اليوم نظرا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية وفي هذه السياق أود أن أؤكد على أهمية دور الإعلام العربي في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم شرعية في اليمن العكيد الركو التركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت مسأمس من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار مسيارتين أطلقتهم الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعها باتجاه العيان المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط وأوضح العكيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط لطائرتين المعاديتين نتج عنها سقوط الشضايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات دون وجود خسائر بالأرواح ولله الحمد وبيّن العكيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس الميليشيا الإرهابية ونهجها لا أخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية وأن هذه الأجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية تمكن مشروع مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن مسام خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو من انتزاع 900 ولغم واحد وأبلغ إجمالي ما تم نزعهم منذ بداية المشروع حتى الآن 7575811 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن كما وزع المركز سلالا غذائية للنزحين من صعد إلى مدرية الوادي في محافظة مأرب استفاد منها 1224 فردا وعلى الصعيد الميداني اليمني أفشلت قوات الجيش هجوما لميليشيا الحوث الانقلابي على مواقع الجيش في محافظة الضالع وقالت مصادر ميدانية إن مواجهة عنيفة اندلعت اليوم بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في القطاع الغربي لجبهة مرئيس في المحافظة أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين ومن اليمن إلى سوريا حيث أفاد المرسد السوري لحقوق الإنسان بين قوات الأسد استهدفت قرية في ريف مدينة معرة النعمان بإدلب أسفرت عن سقوط قتلى من المدريين فحين شنت الطائرات الحربية غارات جوية على مناطق متفرقة في مدينة خانشيخون وجسر الشغور بريف إدلب الجنوبي كما تعرضت بلدة كفرزيتا ومحيطها بريف حماه لقصف مماثل هذا فيما استهدفت قوات نظام الأسد بعشرات القذائف الصاروخية مواقع في الحويجة والصخر وحصرايا وأخرى بريف حماه الشبالي والشمالي الغربي نشرتنا مشاهدنا الكرامتات وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين يرأس جاسة مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين غادروا لنيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام خادم الحرمين الشريفين وسمو للعاديو عزياني أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود الصباح قوات الشرعية اليمنية تفشل هجوما لميليشيا الحوثي في الضالع وتكبدهم خسائر فادحة شاهدنا الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة